مين هنالأشخاص اللي انت بتقول أنه أصواتهم جداً حلوة بس لسه ما أخدوا فرصة؟ كتير، كتير يعني عدد لك أسماء؟ كتير، رح أبدأ مثلاً بصديقة كتير بحب صوتها، ميز حرب المطربين كتير مهمين، السوريين المثقفين فنياً وحضورهم كتير حلوة على المسرح وملاحظ حفلاتها هي من الحفلات اللي بتشعري فيك أنك قاعدة ببيئة عن جد بتشعري خليط بين أنك قاعدة بدار أوبيرا بس بنفس الوقت قاعدة ببيئة حفلة فمن الأشخاص المهمة وبشوف هلا هي ما فيني، هدول الأشخاص رح أذكرهم ما فيني إلك أنه ما أخذوا حقهم بس هنن يفترض يكونوا أكثر أهمية وبأماكن أفضل فينا نذكر كتير، فينا نذكر شهد برمضة من الأصوات السورية العظيمة التكنيك القوي الموجود بصوتها مو أي إنسان بقدر يعمله وعنده حضور كتير حلو كاريزمة حلوة على المسرح وعنده يعني عنده كاريزمة فنان حلو وبنفس الوقت صوت حلو، ناس يزع بلاوي من أصوات السورية الكتير مهمة كمان اللي بشوف أنه لازم تكون بأماكن أهم لأنه عنده أمكانيات كبيرة أكيد ليندا بيطار، أكيد من الأسماء اللي هي أخدت دور، أخدت اسم ولكن كمان يفترض تكون بأماكن أهم، أنا عم بحكي أهم من الناحية العربية هذول الأشخاص أكيد كلهم، لهم مكانتهم الكبيرة بسوريا بس ولكن هنن بيستحقوا أن يكونوا بأماكن أهم لأنه عندهم إمكانيات تقنية بصوتهم كتير كبيرة وأتوقع أتوقع في كتار غيرهم، بس أنا هدول اللي هلأ نجيل الجديد هاني ايه طبعا، في أشخاص هلأ، رح أحكي عن مواهب أكتر أه؟ يعني رح أحكي على أشخاص هنن يعتبروا، فيني أعتبروا أنه فنانين هلأ عم يشقوا طريقون وهنن عندهم موهبة كبيرة رح أحكي عن حلة، حلة تراد، أكيد مجلة تحية دكتورة حلة، دكتورة حلة من أجمل وأروع الأصوات، ما بدي لك غير مكتشفة والله استثمار حلة تراد، والله حلة تراد هي من الاستثمارات السورية اللي تكون موجودة بأي بلد بيهتم بالفن، كانت هاي من الأصوات اللي كتير حافظوا عليها عنده صوت كتير مميز، وخامة صوت تضاهي أهم الفنانات اللي عم استوى كتير كبير صوتها بتقدر جيب فيه القرار وبتقدر جيب فيه الجواب يعني صوتها مطاط، هو قادر أن مرن، فيك تأخذ فيه كتير أشياء شو ما غنيت لبيس؟ يعني اليوم الشخص بيقع لبيس أن شو ما لبس بيطلح حلو؟ هي شو ما غنيت رح يطلح حلو؟ وهي كاريزماتك كمان؟ كاريزماتك، وأنيقة، ودارسة، ودكتورة، والله هذا استثمار منهم، أنا هون هون يعني عم بيحكي لأنه أنا بحز بي نفسي أن هايك أشخاص لسه معا ميلاقوا المكان الصح لقلهم، بكرة ممكن تلاقي بس مو بسوريا، وللأسف هذا اللي عم صير مكفة مكفة مجددا